بعد 12 إلى 24 ساعة على نزول ماء الجنين تبدأ إجمالا انقباضات الولادة أو الطلق عند المرأة الحامل ولكن في بعض الحالات تنزل ماء الرأس قبل أن يصبح الجسم مستعدا للمباشرة بعملية الولادة إذا عانيت من هذه الحالة فحرصي فورا على التوجه إلى المستشفى والاتصال بالطبيب الذي سوف يقيم الوضع الصحي لك وللطفل ويطلعك على الإرشادات اللازمة ومن أجل مساعدتك أكثر إليك أهم الملاحظات التي عليك أخذها بعين الاعتبار في حال نزول ماء الجنين من دون طلق أولا تأكدي أن السائل الذي فقدتيه هو السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين وليس البول لذلك تأكدي من كونه شفاف اللون وعديم الرائحة ثانيا تنفسي فالقلق والتوتر قد يزيدان الأمر سوءا ولن يفيدك القلق في هذه المرحلة أبدا لذلك قدي نفسا عميقا وحاولي الاسترخاء قدرا مستطاع ثالثا قد يكون الأمر هو مسألة وقت فقط وأن الجسم يأخذ بعضا من الوقت للاستعداد للولادة لذلك عليك الانتظار قليلا قبل أن يبدأ المخاض لكن احرصي على اتباع تعليمات الطبيب فيما يخص ذلك رابعا تمزق كيس السائل الأمنيوسي من دون الشعور بآلام الطلق قد يتطلب القيام ببعض الإجراءات التي تعمل على تحفيز الانقباضات وتسهيل الولادة مثل المشي خامسا عند نزول ماء الجنين وتمزق الأغشية يرتفع خطر التقاط البكتيريا أو الإصابة بأي عدوى لذلك عليك في تلك المنطقة وضع المحارم المعقمة التي تنتص السوائل اشتركوا في القناة